السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الاحد التاريخ تسعتاش اربع الفين وعشرين الصف الرابع المادة الحاسوب الوحدة وحدة الانترنت ودرسنا متصفح الانترنت نستذكر يا رابع صورة اخدناها الدرس السابق شفنا اول ما اخدنا الدرس شفنا ولد وبنت قاعدين على جهاز الحاسوب يقومون بالتصفح تصفح الانترنت والاطلاع والبحث عن معلومات طب هني كيف وصلوا تلك الصفحات يا رابع يعني كيف هنا وصلوا هتطلعوا المعلومة لagram كيف مثلا خزموا الصورة للمها لازم ان انت بشان تصفح الانترنت يجب ان يكون على جهازك برنامج بنسميه برنامج متصفح الانترنت وبرنامج متصفح الانترنت يا رابع هو برنامج يمكن من خلال عرض صفحات الانترنت والاطلاع على محتوياتها والبحث عن اي معلومات تريدها يعني انت يا ميس مشان ان انت تدخل الانترنت وتتطلع تلك المحتويات وتخزن حتى تخزن الصور او تخزن الفيديوهات البدكية لازم انك تنزل اول اشي على جهازك برنامج متصفح الانترنت وبرجع بعيد وبرجع لك متصفح الانترنت هو برنامج في عنا كتير متصفحات اكيد شفنا احنا ابه المرة شفنا تلك اشكال المتصفحات على اجهزتنا في بعض الاشخاص عندهم الجوجل كروم هذا الشكل في بعض الاشخاص عندهم الفيرفوكس في بعض الاشخاص عندهم الانترنت اكسبلولر في عنا متصفحات متعددة لكن احنا درسنا رح نحكي عن اشهر متصفحين اللي هن الجوجل كروم والانترنت اكسبلولر رح نحكي عنهم بالتفصيل اذا نعيد انه اشهر المتصفحات اللي رح نشتغل عليها يا رابع متصفح الانترنت اكسبلولر ومتصفح الجوجل كروم وضروري نحفظ شكلهم كيف بيكونوا وجدين لنا على الجهاز هاي الجوجل كروم شايفين كيف شكل الدائرة حاول نرسمها حتى على الدفتر يا رابع نرسم هاي طلع دائرة وفي عندها اللون الأحمر والأخضر والأصفر وبالدائل وسط شو لونها أزرق شفتوها الانترنت اكسبلولر شفنا كيف شكلها عشكل حرف الإي انترنت اكسبلولر هدول يا رابع أشهر المتصفحات اللي احنا عنا نشتغل عليهم حاليا بهذا الفصل كيف أو ما هي يا رابع خطوات فتح برنامج متصفح الانترنت انترنت اكسبلولر بداية حكينا انه برنامج معناته هاد البرنامج واشان انا اني افتحه أو اوصله لازم يكونوا ان لي هناك خطوات خطواتها يا رابع وضروا نحفظ تلك الخطوات start ماشي يعني start ابدأ بعيدها start all programs ما معنى كلمة all programs كافة البرامج اذا كمان مرة start all programs واخر خطوة هي انترنت اكسبلولر كمان مرة start all programs بعدين اخر خطوة انترنت اكسبلولر هاي يا رابع هي الخطوات الرئيسية لفتح وتشغيل برنامج انترنت اكسبلولر لكن في عنا طريقة تانية لكن في عنا طريقة تانية رابع من اجل فتح برنامج انترنت اكسبلولر اني انا ممكن الاحظ وجود تلك اداة البرنامج شفناها اللي اخدناها موجودة عندك على سطح المكتب فمجرد الضغط على تلك الاداة على تلك الايقون الموجودة عندك على سطح المكتب مرتين رح يفتح عندك البرنامج تلقائي هاي عشان اقولتلك ضرورة نحفظ شكل الاداة اللي ممكن عليها على سطح المكتب المكتب ديسكتوب اعيد الخطوات start all programs internet explorer طيب هاي كمان مرهيش اتبه معي عند الصورة start all programs وانترنت اكسبلولر شفتها عشان طبها عمليا start all programs وانترنت اكسبلولر شفناها فتح عندي ذلك البرنامج فتح عندي برنامج متصفح الانترنت رح تكون شكل النافذة كالتالي هاي هالنافذة ضروري يا رابع نحفظ مكونات تلك النافذة اول شريط شايفينه هذا الشريط بسميه شريط العنوان وبكون مكتوب عليه internet explorer فهي عنوان ذلك البرنامج اسم البرنامج وعنده حتى زر الاغلاق وزر التكبير او تصغير النافذة فهذه رابع شريط العنوان الشريط التاني محل ما انا مكتوب www.google.com او www.yahoo.com فعشان هيك انا بسميه شريط عنوان الموقع لان انا كتبت فيه الموقع الشريط اللي وراه هو شريط المتصفح وله علاقة بتصفح البرنامج عندنا شريط التحريك من اجل تحريك النافذة من اجل تحريكها الى اعلى الى اسفل وشريط الحالة ببين لك الحالة شفتها كيف اذا كمان مرة شريط العنوان شريط عنوان الموقع شريط المتصفح شريط التحريك وشريط الحالة ضرورة نحفظها انه ممكن بالامتحان تيجيك شكل النافذة تقولك يا رابع اكتب مكونات نافذ برنامج متصفح الانترنت اللي هي شريط العنوان شريط عنوان الموقع وشريط المتصفح شريط التحريك وشريط الحالة هل لما احنا كتبنا هون تذكر هون مش كتبنا قلنا شريط عنوان الموقع بكتب فيه عنوان الموقع www.google.com أو www.yahoo.com هذا مسميه عنوان الموقع ورح نحكي عنه هلأ في الدروس القادم بالتفصيل بس نعرف ان هو نص يشير الى اسم الموقع ونوعه ولكل موقع عنوان خاص به ويستحيل تكراره ورح احكي هايك نبذة صغيرة ونحكي عنها بالتفصيل ان شاء الله بالحصص القادم باذن الله تعالى يعطيكو الف عافية بتمنى منكو يا رابع حفظ التلخيص